ازايكم يا جماعة واهلا بيكم في فيديو جديد في فيديو النهاردة هنتكلم عن الايفون 11 العادي ونشوف هل الموبايل ده يستحق الشراء في 2021 ولا لا بس قبل ما نبدأ الفيديو حابب بس افكركم ان احنا هنا في القناة بنتكلم عن التكنولوجيا بشكل عام وجهزة قبل بشكل خاص فلو انت مهتم بالنوع ده من المحتوى ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك جديد الفيديوهات يلا بينا في الفيديو ده مش هنتكلم عن مواصفات الجهاز لان اكيد كل الناس تعرفها الفيديو ده هكلمكم عن شوية نقطة في الجهاز تهم كل الناس اللي حابها تشتري الموبايل واول حاجة لازم تعرفها قبل ما تشتري الموبايل ده في 2021 هي الاداء الموبايل ده كالعادة وكعادة اي ايفون هيقدم لك اداء ممتاز جدا ويعتمد عليه ولكن هل في فرق بينه وبين اداء الايفون 12 اكيد في فرق والفرق ده مش بالضرورة يكون ملحوظ في الوقت الحالي الفرق ده هتحس به بعد سنة او سنتين من الاستخدام وتتابع التحديثات وبخصوص التحديثات الموبايل ده هيوصل له 3 او 4 سنين كمان من التحديثات وطبعا هنا بنتكلم عن التحديثات بتاعة السوفت وير الكاملة اما التحديثات الامنية فهتكون عدد لا نهائي من السنين فبخصوص الاداء فهو ممتاز جدا والموبايل يعتمد عليه في 2021 النقطة التانية اللي هنتكلم عنها في الموبايل ده هي الشاشة وشاشة الموبايل ده اكتر نقطة جدلية لما تسأل اي حد عن الايفون 11 لازم يذكر لك نقطة الشاشة وهنا خليني يكون واضح معاكم واجاوب عن الاسئلة اللي كل الناس بتسألها وطبعا اكبر واهم سؤال هل شاشة الموبايل ده سيئة ولا لا الحقيقة ان شاشة الموبايل ده مش سيئة ولكن في نفس الوقت مش مناسبة لكل الناس الناس اللي ممكن تحس ان شاشة الموبايل ده ممتازة جدا هي الناس اللي جاية من ايفون زي الايفون 6 او الايفون 7 او الايفون 8 الناس دي هتحس ان شاشة الموبايل ممتازة وهتاخد تشبع للالوان مرض جدا اما الناس اللي استخدمت موبايلات فيها شاشات اوليد قبل كده فاكيد هيحسوا بنقى ضعف الجهاز وان الشاشة دي LCD بريزولوشن قليل خليني برضو اكون منصف واقول انك لو استخدمت الموبايل ده بعد فترة معينة عينك هتاخد على الشاشة ولكن طبعا مش كل الناس حابة انها تستخدم شاشات LCD حتى لو عينها هتتكايف عليها بعد كده فانت الاختيار هيكون لك باختصار الشاشة جيدة ولكن شاشات الأوليد احسن منها تالت نقطة هكلمكم عنها في الموبايل ده هي الكاميرات والموبايل ده هتاخد منه صور وفيديوهات منتازة جدا من كل الكاميرات طول ما انت موفر له ظروف اضاءة ممتازة الكاميرا الالترا وايد تفاصيلها اقل من الكاميرا الاسية ولكن ما زالت تفاصيلها ممتازة جدا ويعتمد عليها في الاضاءة الضعيفة الكاميرا الوحيدة اللي تقدر تاخد منها صور كويسة هي الكاميرا الاسية لان الكاميرا الاسية بتيجي بميزة النايت مود اما الكاميرات التانية ما فيهمش ميزة النايت مود الكاميرا الالترا وايد هتديك صور جير مستقدمة تماما بالليل وده لان فتحة العدسة بتاعة الكاميرا الالترا وايد فتحة ديقة شوية وكمان الكاميرا ما فيهاش ميزة النايت مود ونفس الكلام هنا نقدر نقوله على الكاميرا السيلفي وبالنسبة لتصوير البورتري لان في ناس كتير بتسأل عنه في الموبايل ده فالموبايل ده بيصار صور بورتري بالكاميرا الاسية بس اللي هي الكاميرا الواسعة وهنا حابب اوضح ان الصور البورتري بالكاميرا الزوم بيكون شكلها احسن وبيكون شكلها افضل وزي ما احنا عاربين ان الموبايل ده ما فيهوش كاميرا زوم ولكن ده مش عيب كبير جدا خصوصا ان فيه موبايلات كتير بتستخدم الكاميرا الاسية في عمل صور البورتريو ما بتستخدمش الكاميرا الزوم تماما وابرز الموبايلات دي طبعا هو السامسونج اس توينتي وان الترا الموبايل ده ما بستخدمش غير الكاميرا الاسية بس في عمل صور البورتريو فزي ما قلنا صور البورتريو في الموبايل ده كويسة جدا ولكن هتاخد صور بردية احسن منها في الموبايل زي ال 10 اس وطبعا ال 11 برو حاجة كمان عن الكاميرات في الموبايل ده الموبايل ده هيديك تاني احسن تجربة تصوير فيديو موجودة على اي موبايل في العالم طبعا بعد سلسلة الايفون 12 رابع نقطة لازم نوضحها في الموبايل ده هي البطارية اداء البطارية في الموبايل ده ممتاز جدا الموبايل ده بيديك خمس او ست ساعات شاشة شغالة وده رقم كويس جدا كمان اداء البطارية في الموبايل ده اوقات بتكون احسن من اداء البطارية في الايفون 12 العادي والايفون 12 برو الصغير واكيد اداء البطارية في الموبايل ده هتكون احسن من اداء اي ايفون نزل قبل 2019 فزي ما احنا شايفين في اداء البطارية في الموبايل ده ممتاز جدا خمس نقطة هنتكلم عنها هي التجربة الصوتية في الموبايل والحقيقة ان التجربة الصوتية في الموبايل ده جيدة جدا ولكن اداء موبايل زي الايفون اكس اس في الصوت هيكون احسن منها كمان الايفون 12 العادي هيديك تجربة الصوت احسن بنسبة بسيطة عن الايفون 11 العادي ولكن بشكل عام مش هتحس ان تجربة الصوت في الايفون 11 العادي تجربة سيئة باقي شكل من الاشكال وهتحس انها تجربة جيدة جدا في الاكير في شوية نقط كده عن الموبايل لازم تعرفها وخليني اولها لكه الموبايل ده بيجي بميزة مهمة جدا وهي ميزة مقاومة الماء والغبار ودي حاجة مهمة جدا بالنسبة لأي موبايل كمان الموبايل ده بيدعم الشحن السريع والشحن الاسلكي ودي ميزة مهمة جدا من الحاجات السيئة في الموبايل ده ان الشاشة بتاعته بتتخدش بسرعة فانصحك اول ما تشتري الموبايل ده تركب له سكريم بوروتكتور كمان ظهر الموبايل ده بيجي من الازاز اللامع الجلوسي وعيب الازاز اللامع ده ان هو بيظهر فيه البصمات بشكل كبير جدا فلو انت هتشتري الموبايل ده يفضل انك تركب له كفر أو تشتري لون فاتح اللون الفاتح ما بيبنش فيه البصمات كمان الموبايل ده ما بيدعمش شبكات 5G لو دي حاجة تهمك وفي الأخير أنصحك أنك تشتري المساحة الأكبر اللي هي 128 جيجا وتابع تماما عن المساحة الأصغر اللي هي 64 جيجا وبس كده يا جماعة حد هنا بيكون الفيديو بتاعنا انتهى يا رب بيكون عجبكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير كمان ما تنسوش ترك في القناة وتقولولي اي رأيكم في الفيديو تحت في الكومنتات سلام